نقشت ندوة جانبية أقيمت على هامش الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نقشت الأوضاع في إيران خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة التي تشهدها عشرات المدن الإيرانية نقل المشاركون الجرائم التي يقترفها النظام لمواجهة انتفاضة الشعب لا زال الشارع الإيراني يصب غضبه على النظام في عشرات المدن الإيرانية تلك المظاهرات العارمة التي ما أن تحركت حتى قوبلت بالقمع والانتهاكات الصارخة إلا أن المقاومة الشعبية وصلت على ما يبدو إلى استنتاج مفاده أن تغيير النظام هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ مستقبل إيران من المأزق التاريخي الذي خلفه الخميني الأصوات الإيرانية تمكنت من الأصول لأسماع المجتمع الدولي خصوصا بعد أن ذاقت مرارة القمع والتعذيب والقتل طوال الأسابيع المنصرمة وكانت نتيجة آلافا من المعتقلين وعشرات القتلى وعلى هامش الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان تم عقد نجوة جانبية لمناقشة الأوضاع في إيران خلال الاحتجاجات وبحث المشاركون فيها الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان خلال الانتفاضة وتحدثت عنها شخصيات سياسية وحقوقية بارزة إن المظاهرات انتشرت في ديسمبر الماضي في مائة واثنتين وأربعين مدينة إيرانية من المؤسف أن تغضى منسقة الاتحاد الأوروبي البصرة عن الجرائم التي يقترفها النظام الإيراني بحق المنتفضين والمواطنين الإيرانيين كما لم تقفل محاور الندوى عن التنقض في النظام الإيراني من خلال حضوره لمجلس حقوق الإنسان وعدم احترامه لهذه الحقوق والالتزام بها النظام الدكتاتوري الديني في إيران يستغل حضوره في المجتمع الدولي ومنه مجلس حقوق الإنسان حيث يتحدث عن هذه الحقوق على لسان وزير عدله بينما شاهد العالم التعامل الهمجي والتعسفية للغاية لهذا النظام مع المنتفضين المسالمين خلال المظاهرات في إيران هذه الندوى يعتبرها النشطاء الإيرانيون المفتاحة نحو مزيد من العقوبات ضد النظام الإيراني كما إنها قد تكون السبيل نحو فتح تحقيقات أممية في الداخل الإيراني لمحاسبة نظام على جرائمه الوحشية تجاه الشعب وللإفراج عن ألاف المعتقلين الذين يواجهون أحكام الإعدام غير العادلة